السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب الشهادة الإعدادية في بطاع مصر العامرة أهلا بكم ومرحبا وأولى حلقات برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية للعام الدراسي الجديد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما موفقا لكم بإذن الله تعالى وأن تتابعون في تلك الحلقات إن شاء الله بإذن الله ستجدون ما يصركم وما يفيدكم نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في النص الأول من النصوص المقررة علينا بعنوان عباد الرحمن نص جميل من سورة الفرقان بيوضح لنا صفات عباد الرحمن أو من هم عباد الرحمن الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بذكرهم في القرآن الكريم ويعني من أراد أن يكون من عباد الرحمن عليه أن يتصب بتلك الصفات التي سنقوم بسردها من خلال تفسيرنا للآية الكريمة اللي موجودة معنا نبدأ أولا في قراءة الآية ثم في تفسير المعاني المهمة فيها وتوضيح بعض الصفات ثم مظاهر الجمال كما عودناكم فيما سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني كما عودناكم فيه السابق سنبدأ فيه تفسير بعض بداية بعض المعاني المهمة اللي موجودة فيه الآية الكريمة اللي موجودة معنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون كلمة عباد طبعا كلمة كلمة عباد طبعا كلمة جمع مفردها عبد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون كلمة هون هنا بمعنى إيه بمعنى تواضع أو سكينة وعكسها تكبر الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة خاطبهم يعني تحدث إيه تحدث إليهم الجاهلون المراد منها إيه المراد من الجاهلون السفهاء مش الجاهل اللي هو عدم العلم لأ عشان كده عكسها إيه عكسها الحكماء أو العقلاء الذين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه قالوا سلامة سلامة يعني ردوا عليهم ردا إيه ردا طيبا يسلمون فيه من الأزى ويسلمون فيه من كل أمر إيه من كل أمر سيء والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام يبيتون يعني يقضون ليه يقضون اللي لربهم سجدا كلمة سجدا هنا كلمة جامعة مفردها ساجد وقيامة كلمة جامعة مفردها إيه قائم وديها من السجود وديها من الإيه من القيام أثناء العبادة لله سبحانه وتعالى يبع عندي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض طبعا يمشون معناها يسيرون وعكسها يتوقفون يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام طبعا عندي هنا في الآيتين الأوليين الموجودين معانا بعض صفات عباد الرحمن منهم عباد الرحمن دول؟ عباد الرحمن يمشون دائما في تواضع وفي سكينة يعني ليس لديهم صفة التكبر على الناس إذا خاطبهم وتحدث إليهم الجاهلون والسفهاء ردوا عليهم ردا ليناً يعني إذا واجهوا جهل أو واجهوا سفاهة من أحد لا يردون الجهل بالجهل أو السفاهة بالسفاهة ولكن يردون على الجهل بالرد الليين والحكمة الطيبة إزاي؟ يعني مثلاً واحد قام بسبك في الشارع مثلاً وانت ماشي ما عليك اللي انت إيه؟ ترد عليه الرد إيه؟ رداً ليناً وكأنك بيقول له الله سامحك كلمة الله سامحك ديت هي المراد منها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام لأن الرد الليين قد يطفئ نار الغضب التي سوف تشتعل فيما بينكم يبقى أول صفتين من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون في ضواضع ويمشون في سكينة أنهم إذا تحدث إليهم الجهلاء طبعاً ردوا عليهم رداً إيه؟ رداً طيباً وليناً يزلمون فيه من الإيه؟ من الجاهل ومن الأزى طيب الصفة الثانية أنهم يقضون الليل في العبادة لله سبحانه وتعالى يبيتون لربهم سجداً وقياماً ساجدين وقائمين لله عز وجل طيب دول أول ثلاث صفات من صفات عباد الرحمن والله نحن نسميها صفات التحلية يعني إيه التحلية يا مستر؟ يعني هذه الصفات يتحلى بها عباد الرحمن يتصف بها عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون طيب لو جئنا شفنا أهم مظاهر الجمال اللي الموجودين معنا وعباد الرحمن هنا في إضافة إضافة كلمة عباد لكلمة إيه؟ لكلمة الرحمن طيب الإضافة دي بتفيد إيه؟ بتفيد التعظيم تفيد التعظيم وعباد الرحمن وكأن العباد لديهم شرف أنهم أصبحوا عباد لمن؟ عباد للرحمن عز وجل وكأنه في تكريم لهم وتشريف لهم وتعظيم تعظيم له وعباد الرحمن الذين يمشون فعل المضارع ده أو أي فعل المضارع هيقابلنا هيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الايه؟ واستحضار الصورة يعني استحضار الصورة؟ وكأنك تتخيل عباد الرحمن يمشون على الأرض ويسرون على الأرض في تواضع وفي ايه؟ وفي سكين يمشون 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 ده فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة يمشون على الأرض هونا طبعا كلمة أو جملة يمشون على الأرض هونا تعبير بيدل على التواضع والسكينة تعبير جميل يدل على يدل على التواضع والسكينة يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون كلمة الجاهلون هنا كلمة جاءت جمعة تفيد الكسرة يعني هم ممكن يتعرضوا للأمر ده بكسرة لكسرة الجهلاء والسفاء وإذا خاطبهم هم الجاهلون قالوا سلامة علاقة جملت قالوا سلامة بما قبلها طبعا نتيجة لما قبلها قالوا سلامة والذين يبيتون كلمة يبيتون خلاص ما عرفنا الفعل المضارع دايما فعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار يبيتون لربهم سجدا وقياما هنا في تأديم وتأخير يبيتون سجدا وقياما لمن لربهم طب التأديم والتأخير ده بيفيد ايه؟ آه ده اسلوب قصر خدنا قبل كده اسلوب قصر يفيد الايه؟ يفيد التوكيد والتخصيص اسلوب قصر يفيد التوكيد والايه؟ التوكيد والتخصيص طب ايه هو اسلوب القصر ده؟ اسلوب القصر ده اولاد يعني له كذا صورة وكذا شكل هناخدهم مع بعض من خلال النصوص المقررة عليهم اول شكل خدناه مع بعض هو التأديم والايه؟ التأديم والتأخير يعني تقدم كلمة على كلمة كان أصل الآية قدامنا يبيتون سجادا وقياما لمن لربهم فتم تقديم كلمة لربهم على الحال هنا لو كلمة سجادا تقديموا التأخير ده نقول عليه أسلوب قصر وفيد التوكيد والتقصيص له صورة تانية أن الجملة تبدأ بإنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنياك أو جملة تبدأ بإنما تبقى أسلوب قصر للتوكيد والتقصيص وتماني طبعا في صور كتير جدا لسلوب القصر اللي هو مثلا زي النافية والاستثناء وما تواضع أحد لله إلا رفعه هنا الاسلوب بدأ بما وإلا ما النافية والاستثناء بإلا يبقى أيضا صورة تالتة من صور اسلوب القصر اللي بتفيد التوكيد والإيه والتقصيص طبعا يبيتون لربهم سجادا وقياما الفعل يبيتون دلوا فايدة مهمة جدا يبيتون يعني العبادة هنا في الليل يبقى بتدل على إخلاص عباد الرحمن في العبادة لأنهم لما بيقوموا بالعبادة دية أو الصلاة دية لا يراهم أحد فبالتالي هم بعيدين تماما عن الرياء وعن النفاق يبقى الفعل يبيتون تعبير أو فعل يفيد أو يبين مدى إخلاص عباد الرحمن في هذه هذه العبادة يبيتون لربهم سجادا وقياما طبعا العلاقة بين كلمة سجادا وقياما بينهما تضاد يؤكد المعنى ويؤكد المعنى ويوضح طيب الآية التانية والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة والذين يقولون ربنا اصرف عنا اصرف يعني بعد عكسها طبعا إيه قرب اصرف عنا عذاب جهنم جهنم ليه النار إن عذابها كان غرامة يعني غرامة غرامة يعني دائم ملازم وعكسها منقطع إن عذابها كان غرامة إنها ساءت ساءت يعني قبحت أكيد عكسها يبقى إيه حسنت إنها ساءت مستقرا ومقام مستقر يعني مكان الاستقرار ومقام مكان إيه الإقامة طيب الاستقرار اللي هو البقاء في المكان اللي طبعا لفترات طويلة جدا والمقام والإقامة في المكان لفترة قصيرة سواء كان الإقامة فيها فترة قصيرة أو فترة طويلة هي مكان سيء لا يستقر ولا يقيم فيه إيه أحد والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم دعاء وتعليل لهذا ليه؟ لهذا الدعاء طلب يطلبوا عباد الرحمن من الله سبحانه وتعالى ويعللون لهذا ليه؟ لهذا الطلب إيه الطلب وإيه الدعاء ربنا بعد عنا واصرف عنا عذاب إيه؟ عذاب جهنم طبعا يدعو عباد الرحمن ربهم سبحانه وتعالى أن يصرف ويبعد عنهم عذاب جهنم وعذاب النظر ليه لأن عذابها دائم وملازم كما أنها قبحت مكانا للاستقرار والإيه والإقامة يبقى جيد سؤال في الامتحان يقول لي في الآية دعاء وتعليل في الآية دعاء وتعليل وضح ذلك هنقول الدعاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة هو ده التعليل إنها ساءت ساءت مستقرا ومقام طيب لو جئنا شفنا أهم مظاهر الجمال اللي موجودة معا والذين يقولون ربنا ربنا ده أسلوب نداء حزفت منه أداة النداء اللي هي وأداة النداء اتحزفت للدلالة على قربهم من الله سبحانه وتعالى هما يكون واحد قريب مني في المكان أو المكانة طبعا مش محتاجا لنستخدم أداة لأداة النداء فحزفت هنا أداة النداء للدلالة على قرب عباد الرحمن من ربهم عز وجل ربنا اصرف عنا لبدأ أسلوب نداء غرضه طبعا غرضه التعظيم والدعاء اصرف عنا أسلوب أمر أيضا غرضه غرضه الدعاء اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام إن عذابها كان غرام وأسلوب مؤكد بإيه بإن وتعليل لما قبله إن عذابها كان غرام إنها ساءت مستقرا ومقاما تعليل تاني إنها ساءت مستقرا ومقاما وطبعا تعبير يدل على قبح إيه قبح الإقامة والاستقرار في النار تمام نيجي للآية اللي بعد كذا صفة تانية من صفات عباد الرحمن يتحلون بها والذين إذا أنفقوا أنفقوا يعني بذلوا أموالهم لم يسرفوا الإصراف هو مجاوزة حد الاعتدال والتوسط طيب لها معنى تاني التبذير ولم يقتروا يقتروا يعني يبخلوا وكان بين ذلك قواما قواما يعني وسطا أو اعتدالا يبقى الذين إذا أنفقوا أن أنفقوا يعني بذلوا أموالهم لم يسرفوا يسرفوا يعني يبذروا ولم يقتروا يعني يبخلوا وكان بين ذلك قواما الصفة دي هنسميها الاعتدال في الإيه الاعتدال في الإنفاق يعني عباد الرحمن لا يتصفون بالتبذير والإصراف لأن المبذرين هم إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للرب كفورة يعني الإنسان اللي عاوز يتشبه بالشيطان فما عليه إلا الإصراف والتبذير ولم يقتروا لولبخل وكان بين ذلك قوام يعني هم ليسوا لا نصفهم بالبخل ولا نصفهم بالتبذير هم وسط بين ذلك يعني في مكانة وسطة وكان بين ذلك قوامة اللي احنا بنسميه الاعتدال في الإنفق يبقى دي صفة أخرى يتحلى بها عباد الرحمن يبقى احنا كده لو قسمنا أو بدأنا من نوع الأول من الصفات التي يتحلى بها عباد الرحمن أولا عباد الرحمن يمشون في طواضع وسكينة إذا خاطبهم الجهلاء ردوا عليهم ردا لينا يقضون الليل في العبادة والسجود لله سبحانه وتعالى يدعون ربهم أن يبعد عنهم عذاب جهنم لأن عذابها دائم آخر حاجة الاعتدال في الإنفق طيب لو شفنا أهم مظاهر الجمال اللي معانا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا عندي بمين كلمة يسرفوا وكلمة يقتروا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحوا وكان بين ذلك قوامة تعبير يدل على الاعتدال والتوسط في الإنفق طيب لو جينا للآية اللي بعد كده بقى نوع تاني من الصفات التي لا يتصف بها عباد الرحمن واللي احنا بنسميها صفات التخلية يعني يتخلى عباد الرحمن عنها ولا يتصفون بها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر التعبير ده كله معناه لا يشركون بالله إله كلمة مفرق جمعها إيه؟ آلهة إلها آخر ولا يقتلون النفس النفس اللي هي الروح وجمع نفس نفوس وأنفس الجمعين صح ولا يقتلون النفس التي حرم الله هنا فيه إجاز بحسف المفعول به حرم الله قتلها وحرم يعني منع وعكسها أباحة التي حرم الله إلا بالحق المراد من كلمة الحق هنا بعذر أو بسبب ولا يزنون يعني لا يرتكبون الزنا ومن يفعل ذلك قف بقى معايا في اسم الإشارة ده ذلك على ما يعود اسم الإشارة اللي موجود معنا في الآية ذلك اسم الإشارة هنا بيعود على الكبائر اللي احنا قلناها من شوية وهي واحد الشرك بالله اتنين قتل النفس بغير حق تلاتة فاحشة لإيه؟ الزنا يبقى ذلك اسم الإشارة ده بيعود على الثلاث حاجات دول لما الكبائر التي لا يجب أن يقتصب بهم أحد أو يرتكبهم إيه؟ أحد أولا الشرك بالله تاني حاجة قتل النفس بغير حق تلاتة حاجة إيه؟ الزنا يبقى عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها إيه آخر ولا يقتلون النفس ولا يرتكبون إيه؟ الزنا ومن يفعل ذلك يلقى يلقى يعني يواجه ويقابل أسامة خد بلك أن أسامة هنا بالهمزة عشان في فرق بينها وبين إيه؟ أسام اللي هي بالألف الممدودة لأن أسامة هنا بمعنى عقاب أما أسام هنا بمعنى زنوب وتفرق ما بينهم كويس يبقى أسامة اللي بالهمزة معناها عقاب شديد أما أسام اللي هي بالألف المد دي كده نوضحها تاني ها ديت بمعنى إيه؟ بمعنى زنوب ومفردها إسم ومن يفعل ذلك يلقى إيه؟ يلقى أسامة طيب يبقى ما الصفات التي يتخلى عنها عباد الرحمن ما الصفات التي لا يرتكبها عباد الرحمن أولا عباد الرحمن لا يشركون بالله عز وجل دائما يبتعدون عن الشرك فهم موحدون بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة عباد الرحمن لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق في أسباب لقتل النفس وأباحها الله سبحانه وتعالى وهي مثلا القصاص اللي هو القتل بالقتل أو النفس بالنفس تاني حاجة طبعا في حدود المشروع لها وتالت حاجة أو تاني حاجة في حالة الحرب طبعا قتل النفس هنا مباح لأن الحرب والتنين المتحاربين يعني دخلين عشان واحد يوم ينتصر على على الأخ يبقى عندي هنا قتل النفس محرم لا يرتكبه عباد الرحمن والشرك بالله تالت حاجة ارتكاب فحشة فحشة الزنا لا يزنون ومن يفعل ذلك ده تهديده من يفعل ذلك من يرتكب الزنوب الثلاثة دولة اعقابه يلقى عقابا شديدا يواجه عقابا شديدا من الله سبحانه وتعالى طب لو شفنا أهم مظاهر الجمال اللي معايا في الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كلمة طبعا التعبير ده كله تعبير دول على توحيد الله سبحانه وتعالى أو عدم الشرك بالله عز وجل لا يدعون مع الله إلها آخر طبعا كلمة إلهنا ناكرة للعموم والإيه؟ بالعموم والشمول أي إله من الآلهة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أيوة ده أسلوب القصر اللي السعيل عليه من شوية أو أداة النفي بلا هي ودي الاستثناء بإيه؟ بإلا في نهاية الجملة الجملة بدأ بلا نفي عندي أدوات النفي لا وما ولن ولم جي أدوات نفي يخد بالك أي الجملة بدأت بلا أداة النفي وانتهت بإيه؟ بإلا أداة استثناء يبقى أيوة ده أسلوب إيه؟ أسلوب قصر غرضه إيه؟ يفيد التوكيد والإيه؟ التوكيد والتخصيص ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فينا طبعا زي ما قلنا إيجاز بالحذف إيجاز بحذف المفعول به التي حرم الله إيه؟ قتلها ولا يزنون ومن يفعل ذلك أسلوب شرط السلوب ده أسلوب إيه؟ شرط غرضه إيه؟ غرضه التهديد ومن يفعل ذلك يلقى أسامة طبعا علاقة الجملة دي بما قبلها نتيجة لما إيه؟ نتيجة لما قبلها وطبعا كلمة أسامة هنا نكرة تفيد لإيه؟ نكرة تفيد التهويل تهويل وتطخيم لإيه؟ وتطخيم الأمر والعقاب الذي سوف طبعا يعاقب به من يرتكب تلك لإيه؟ تلك الفواحش أو طبعا عباد الرحمن بعيدين تمام البعد عن هذه الفواحش ولكن الله سبحانه وتعالى جعل السسناء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا من يتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يغير سيئاتهم بالحسنات ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم غفر الله لنا جميعا ويعني انتهى وقت حلقتنا وأترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى مع درس جديد من دروس اللغة الخالدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته